تحالف للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة هذا ما تسعى إليه كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران ودولا أخرى بينها سوريا هدفه دعم التعددية والتصدي للعقوبات أحادية الجانب واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها المذكرة التي اطلعت عليها وكالة رويترز أشارت إلى أن التعددية تواجه حاليا هجوما غير مسبوق ما يهدد بدوره السلم والأمن العالميين المجموعة تضم عددا من الدول الآسيوية والأفريقية بينها الجزائر وأنجولا وفنزولا وبوليفيا وكوبا من أمريكا اللاتينية هذه الجهود تأتي في وقت حساس من عمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي بدأت بمراجعة نهج الولايات المتحدة تجاه خصومها وحلفائها فبايدن يحاول استعادة ما تراه واشنطن زعامة أمريكا على العالم ومواجهة تركة وإرث الرئيس السابق الإدارة الأمريكية الجديدة ترى أن صعود القوى المنافسة لها تحديدا الصين وروسيا يشكل تهديدا قويا للولايات المتحدة بايدن تعهد بتحدي الصين في الأمم المتحدة كما يستمر في التصعيد في وجه موسكو فيما لا تزال واشنطن تعتمد مبدأ العقوبات تجاه إيران وسوريا وكوبا وفنزولا وروسيا وغيرها من الدول ومن هذا المنطلق تناشد 16 دولة مبدأ الشرعية الدولية وتسعى للدفاع عنها مقابل محاولات الهيمنة عليها بالعقوبات تارة وبمحاولة فرض ديمقراطيات مزيفة عليها تارة أخرى ترجمة نانسي قنقر